اشتركوا في القناة ومغفرة لكل مذنب وهادية لكل عبد ورزقا لكل محتاج واستجابة لكل دعاء اللهم اجعلنا في الشدة صابرين ولقضائك راضين وفي الرخاء شاكرين ونقي قلوبنا أجمعين وأحسن ظننا بالآخرين وزينا بأخلاق سيد المرسلين وسخر لنا عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صلي على محمد وآل محمد جمعة مباركة على الجميع طبعا اليوم توقعتنا على يوم الجمعة ستة كانون الثاني يناير القمر طبعا زي ما حكينا موجود اليوم في برج السرطان حكينا في حلقة الأمس من انتقل هو الآن موجود في منزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج ورح يظل القمر موجود في هذه المنزلة لغاية الساعة أربعة وأربعة دقائق من عصر اليوم الجمعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل وبما أن القمر موجود في برج السرطان معناته اليوم نشعر بقوة العاطفة منحاول خلق جو من الأمان إننا ولأحبائنا من مين لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومن من يذرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا بحيث أن نشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأن حساسيتهم بتكون في أوجها بوسعنا في هذا اليوم اهتمام بمسائل إلها علاقة بالعقارات أو بالسكن مثل استئجار أو شراء أو بيت ولكن بتكون تتفقدوا كامل بنود العقود عاسة استراجع وطارد ما يأثر عليكم وبرضه ممكن زراعة نبتة أو شجيرة أو الانتباه أكثر لأطفالنا وقضاء ووقت ممتع في البيت بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا أول زاوية هي زاوية اليوم بدأت تاثيراتها هي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين عطارد وهاي طبعا تاثيراتها من اليوم الستة واحد ولغاية يوم تسعة واحد ذروتها يوم سبعة واحد الساعة 12 و 56 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج وعادة عند حدود هذا الاتصال بتتعزز قداراتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب تعذر علينا فهمه بالسابق وبتزداد التوجه بيزداد توجهنا لإجراء اتصالات وتنقلات أو سفريات ضرورية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين الشمس وبين أورانوس وحكينا أنه هاي تاثيراتها لغاية يوم تسعة واحد بتعزز قدراتنا الإدارية وتطبي جاذبية على شخصيتنا كما أنها بتعزز قوة الحدث لدينا أما بالنسبة للزاوية التي تليها واليوم آخر يوم لإلها هي زاوية تزديس إيجابية بين الزهر وبين المشتري وعادة هاي الزاوية بتعزز الجوانب الأخلاقية والذوقية في السلوك وهذا الشيء بيسهل التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم وبيتسهل عملية إقناعهم حتى ولو كانوا بيفتقلوا للمرونة في التعامل كذلك بتعزز الذائق الفني والقيم الجمالي لدى العاملين في المجالات ذات صلة بهذه القدرات مثل الفن والديكور والتجميل وما إلى آخره طبعا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهي رح تكون طبعا في ساعات المساء المتأخرة من مساء يوم الجمعة الساعة 28 دقيقة مساء بتكون ذروتها يعني هاي الزاوية تأثيراتها من ساعات الظهر بتبدأ أو بتستمر لغاية صباح يوم السب هاي الزاوية بتعزز قدراتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادي منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين الشمس وهي معناها اكتمال القمر بدر هاد رح تكون الساعة 11 و7 دقائق مساء بتوقيت جرينيتش يعني تأثيرات هاي الزاوية من ساعات العصر ولغاية ظهيرة يوم السبت بخلق هذا الاتصال لدينا حالي من عدم الاستقرار تتمثل بصراح بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين وأيضا تزداد حديتنا وعصبيتنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي ما لازم نعمل لها عمليات جراحية يعني يفضل عملية التأجيل إلا إذا كانت اضطرارية المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب والصفاق هدولا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا هو إجمالا لأنه مراحل اكتمال القمر أنا ما بوصي بالعمليات الجراحية إجمالا إلا إذا كانت اضطرارية وهذا اليوم مناسب لعمليات التجميل ولكن مش مناسب لعمليات الجراحة التجميلية اللي هي مثل تكميم المعدة أو الأمور الأخرى لإلها علاقة بتعريض الفك والأمور هاي بالنسبة لهذا اليوم يصلح لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج السرطان خلو المسار القادم رح يبدأ يوم السبت 7-1 بيبدأ في تمام الساعة 10 و 22 دقيقة مساء بتوقيت جرينج وبيستمر حتى صباح اليوم التاليل وصباح يوم الأحد الساعة 2 و 40 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعدها لبرج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المكتمل عمره 14 يوم في تمام الساعة 2 و 14 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج بصير عمره 15 يوم نسبة الإضاءة بتصغير 100% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لعذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 21 سعيد الآن بنسبة 85% ولكن من ساعات منتصف الليل الخميس على الجمعة بتنزل نسبة النحوسة إلى 60% وبتظل طيلة النهار على هاي النسبة القمر في السرطان حتى يوم 8 و 1 الآن هو منتحس بنسبة 10% في ساعات الفجر بصير منتحس بنسبة 25% ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 10% أما في ساعات المساء فبصير سعيد بنسبة 30% عطارد في الجدي بيتراجع طبعا بسبب الزوايا القوية هو رح يظل يتراجع لغاية 18 و 1 بعطيه نسبة سعادة 30% ولكن ما تنسوا تأثيرات تراجع عطارد السلبية الزهرة في الدلو حتى يوم 27 و 1 سعيد بنسبة 60% المريخ في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 12 و 1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الحمل حتى يوم 16 و 5 سعيد بنسبة 10% وزحل في الدلو حتى يوم 7 و 3 منتحس بنسبة 10% ورنس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22 و 1 منتحس بنسبة 10% ونبتن في الحود حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى يوم 23 و 3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنهمكوا في أمور الهاصلة بالبيت والعائلة أهم إشي أنكم ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم أهم إشي أنه اليوم تحذروا من التصرفات العدائية وما تخالفوا القوانين والإرشادات ممكن يتعانوا من بعض الإرهاق النفسي أو ممكن تسمعوا بعض العتاب أو اللوم بسبب إهمالكم أو بسبب كلامكم الجارح برج الثور طبعا اليوم نشاط عالي جدا بالتنقلات والاتصالات بتنشطوا بالسفر القصير والاتصالات الكثير اللي رح تكون عندكم أهم إشي أنكم تكونوا أكثر صبرا على الطرقات أثناء قيادة السيارة أو أثناء الحركة ويعتبر هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان أهم إشي أنكم تعبروا عن رأيكم ولكن بهدوء ودون إثارة الحداوات والتحفظات وما تتركوا مجال للغموض باستطاعتكم مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة واليوم ما رح تهدى وتيرتكم من كثرة النشاط برج الجوزة ثم فرصة لمكسب مالي اليوم بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص اليوم ممكن يستردوا أموال بتعود لهم أو ممكن يحصلوا على هدية أهم إشي أنكم تخففوا من النفقات وممكن بعضكم يناقش موضوع تمويل أو قرض أو ميراث أو يحصلوا على التسوية اللي بيحلموا فيها بتفتح أمامكم أبواب للحوار والنقاش البناء أهم إشي أنكم تبرروا مواقفكم وتوضحوها من أي سوء تفاهم أنتم مشعونون بالنشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم خلال هذا اليوم أهم إشي أنكم تترددوا في فرض وجهة نظركم بترتفع المعنويات والأجواء بتصير واعدة بحسم إيجابي أو انطلاقة لعمل أو لصفحة جديدة في حياتكم اليوم بيحمل لكم التقدم وأخبار جديدة بتعدد لكم نشاطكم أو النشاط لحياتكم اليومية ويعتبر هذا يوم من أجمل أيام الشهر برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بيسيطر التعب عليكم يعني لا يوم ونص تقريبا صار له لغاية الغد كمان فعشان هيك بتكون تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل وتخلدوا للراحة ممكن تكون الظروف مخيبة وربما تحمل بعض الخسائر أو الفشل أو التعب أو الإرهاق خلال هاي الفترة وبعض الموليد برج الأسد ممكن تفشل أعمالهم في حصد النجاح وتخيب أعمالهم إما لتأجيل أو لوعود كاذبة أو إلغاء في اللحظات الأخيرة برج العذراء ابتنشطوا اليوم اجتماعيا وتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أهم شيء تتجنبوا انتقاد أحدهم بناسبكم العمل من ضمن مجموعة من الزملاء أو الأهل وإنتوا اليوم بحاجة لتحالفات وممكن تفرحوا لتفاهم الآخرين لإلكم وتحصلوا على التأييد أو ممكن تشاركوا في ورشة عمل ابتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين وبوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم يعتبر هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ممكن تشعر وكأن محيطك المهني أو الاجتماعي ما بيتعاطف ولا بيتعاون معك أهم شيء أنك ما تخشى المواجهة والمنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجح في بعض القلق أو التوتر رح يكون خلال هذا اليوم فعشان هيك حاولوا أنك تضبطوا أعصابكم برج العقرب بتنشطوا في مجال السفر والاتصال البعيد وطبعا اليوم بتكونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتعيشوا أجمل اللحظات وأكثرها حظا بتختفي المنافسات والعدوات اللي ممكن أنها تسهل عليك جميع تحركاتك أهم شيء أنك ما تقف ساكن وتحرك الأجواء فيها كثير من الإيجابيات اليوم على مستوى الاتصالات والتعاملات الخارجية وأيضا توقيع بعض الوثائق المهمة برج القوس ابتنهمكوا في ضبط شؤونكم المالي المشتركة ورغم النفقات تم فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض حاول أنك تتصرف بدون تباطئ لتصحيح الأوضاع ولإعادة بعض الأمور لنصابها حذروا من مخالفة القوانين والتعليمات وحاول برضو أنك ما ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين ممكن تتعالج موضوع مالي أو إداري خلال هذا اليوم برج الجديد بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة وحاولكم تبحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاء العمل والعاطفة وتعتبر هذه فترة متوترة وممكن تتورط في أزم ما أو تضطر للإبطاء بمسار بعض الأمور أو الخطوات أو تغير نمط معين من طريقة يعني تفكيرك أو تحركاتك أهم شيء أنك ما توجه أي انتقاد لأي شخص برج الدلو بيتراكم العمل لديكم أكثر من المعتاد فعشان هيك بدك تحاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم لا تدخلوا في مواجهة لا مع زميل ولا مع مدير بعملكم حاضروا من التراجع الصحي غيروا الأولويات إذا دعت الحاجة ومات عندوا وباكروا للعمل تفادي لأي تأخير في العمل برج الحود ابتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم طبعا اليوم في فرصة مناسبة عندك للمصالحة وللتسوية وكذلك للتعارف والارتباط أو الحب والغراميات أو ممارسة هواية نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استحاب الأمور أيضا ممتاز جدا فعشان هيك أي فترة إيجابية يعني حاول إنك تستغلها وما تطنشها هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه وحفظه إلى اللقاء